اللي الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم تنتمنى الحبابي يلقاكم هذا الفيديو وانتما في أحسن الأحوال اليوم سنطرق الوصفة صالحة للناس اللي عندهم السحر التمريض أو السحر الخمول أو السحر اللي تسبب المشاكل وتعطيك طاقة النحس وطاقة المرض وطاقة صداع والمشاكل كين الناس اللي تنوضع عليهم الصداع بدون سبب كين الناس اللي تتعرضوا المشاكل بدون سبب تكون النحس هذك النحس إما السحر التحقير السحر اللي تديرولك بالصور ديالك وتيخليوك بدون قبول فيما مشيتي تنحسي الناس اللي معاك وتكوني منحوسة هادو خلي عليهم يقولك هاتو سيدة منحوسة هذك سيكون السحر التحقير أو الناس اللي تكون عندهم قلة المال وعندهم قلة العمل فيما مشاو ما تتقبلوش في العمل ما تتقبلوش مع الأسرة ديالهم دي مكلامهم ما يتحملش. إذن هذاك السحر النحس أو السحر التحقير. الناس اللي عندهم مرض في الجسد ديالهم بدون سبب. تروحي عن طبيب ويقول لك ما عندك حتى حاجة. انتي آآ ما تتعاني من تشي مرض. هذك تكون السحر التمرين. تمشي عن الطبيب ويقول لك آآ غير جيتي. ما عندناش ما عندك حتى حاجة. هذك تكون آآ السحر التمرين أو السحر اللي تيجيك بالطاقة آآ طاقة الخمور. طاقة المرض آآ طاقة التفكير. هذك تكون مقصود بأنهم يتوهوك على حياتك. يتوهوك على أولادك. يتوهوك على حياتك والزوج ديالك. او المرأة اللي عندها توقف الحال في العلاقة آآ الزواج ديالها بينها وبين الزوج ديالها. يوصلها للزوج ديالها تنفي رائحة كريها. او ما تبغيش انها آآ آآ تدير معا اي حاجة تتكون آآ تتنفرب. او الزوج ديالها يقرب منها. يحس آآ بنفور منها. اذن هذك سحر النفور. سحر التفريق. اي حاجة عندها سبب. واي حاجة عندها طاقة ديالها. اذن احبابي تنظر معكم حتى تنظر مع آآ الأسرة ديالي الثانية اللي سنحبها وتنبغيها. مدام انا بقى مع كم التدابة. تنتمنى انكم آآ تقبلوا مني الوصفات وتدعموني وتفرحوني لايك. الله يجلزكم بخير. آآ ان شاء الله بحول الله نكونوا عندنا طاقة ايجابية. اذا تنخدم من اجلكم وتنبغي ان نساعد الناس لوجه الله تعالى. اذا السحر الخمول هو سحر. آآ السحر باش يبقوا يشوفوا كديمة راكضة في البيت وراكضة في الفراش. او السحر الخيوبة اللي تديروه بيت الزوج ديال الازواج باش انهم آآ ميقربوش من بعضياتهم. سحر الفراش. توقيف العلاقة الحميمية بين الزوجة والزوجة. او الناس اللي عندهم سحر تحقير. سحر تحقير ما تتقبلش البنت والدراسة. ما تتقبلش بالزواج. ما تتقبلش عند الاسرة دائما منفورة. اذا صليوا على سيد الخلق. خلوا لنا في التعليقات باش ربي يجازيكم بالخير يا احباب الشفية المغربية. اذا عدنا واحد العشوب اللي غادي يتردو لنا قاعد الشي. وغايتردو لنا التوابع وغايتردو لنا الحاجة الخيبة من طريقنا. غادي نحاول ندوم عليها دائما. نشري هاد العشوب لانهم غادي نطحنهم بيبقاوا عندي حتى وقت ما بغيت نخدم بهم. نخدم بهم. حلنا حاطهم في قنينا طحناهم وحاطهم. الوقت اللي نبغين ندوج تنخلطهم مع الصابون المغربي او الصابون السائل. ما شي مشكلة ولكن انا نعطيكم طريقة ايجابية اللي غادي تحلكم جميع العقد. وتعطيكم طاقة اسراق طاقة التفاؤل طاقة باش تزيدوا القدام ومتبقى وش حاطين يديكم على خدكم وتتفكروا ديما اي حاجة وقعتلك في حياتك. اخو ديبنا دروس وحاولي انك تزيد القدام وانك الغلطة اللي درتي النبلولة ما تعوديهاش. حاولي انك دائما نكون ايجابي ونقول هذا غير درس عطاه لي الله سبحانه وتعالى باش نزيد القدام. اذا احنا في الحياة نتعلموا دروس باش اننا اه نزيدوا القدام حتى يكون السحر نتغلب عليه كان عندي ركود من شياطين الانس عندي توقف الحال. غادي نخدم على راسي ونزيد القدام. اذا ديما التفاؤل ديما الطاقة الايجابية باش نكونوا ايجابيين. اذا عدنا هاد العشوب اللي غادي نخدموا بهم. عدنا اهنا اه اه اوراق السدر مطحونين. اوراق السدر مطحونين عند العطار. السداب او الفيجل مطحون. عدنا هنا القسط الهندي عدنا الملحة حبيبات او الملحة اه تكون الملحة الصخرية رائعة واكتر من رائعة. اذا هاد اه هادو غادي تطحنهم وتبدأ يتبخر بهم البنت اللي عندها عوارد دي السحر او عند المس العاشق. البنت اللي عندها المس العاشق تطحن اوراق السدر مع الفيجل مع القسط الهندي مع الملحة الصخرية وتبقى تبخر ما بين العصر والمغرب او مع المغرب والعشاء. تقرع لهم صورة الصافات. صورة الصافات وصورة النور. ما قدرتيش تقرأ او العارض ما خليكش تقرأ. حطي البورطابل على المكونات وخلي صورة يوسف تقرع لهم مع صورة النور صورة كاملة. لانها تصلح المس العاشق. القسط الهندي الناس اللي تضرهم الرأس يحاولوا استنشقوه. يديروه في ماء اه يكون اه متبوخ ويحاولوا يديروا واحد الفوت على الرأس ينوم ويخلي ويستنشقوه هذا القسط الهندي او انهم يتبخروا على طريق الفحم. اذا غادي نحط انا هنايا صابون المغربي. صابون مغربي هو بطل السحر المعمون التي يكون مخطة او يكون اه السحر مدفون او دائما هو تبطل. اذا الناس اللي ما عندو مش هاد الصابون ياخدو صابون سائل بدون عطر. اذا او تبخو صابون اه الحجرة. صابون اللي يكون بدون اه بدون عطر. انتبخوه وننردوه سائل ونديرو هاد الوصفة. اذا نحط القسط الهندي مع الفيجل واوراق الصدر. اوما. ومع الملحة الملحة حبيباس. الملحة حبيباس اللي غادي نحاول نديروه معالق مع معلقة كبيرة مخلقة ديال هاد العشوب مع القسط الهندي. اذا ما يبقى لي واحد نص غادي نقرأ عليهم صورة الصافات وصورة يوسف. وغادي نبقى نتبخر بهم باش نترد العوارد اللي عندي. عوارد المس العاشق. عوارد المس الشيطاني. او المس اللي تيدخول على العين والحسن. تهوى تيكون مس واللي لك عقد يمنع لك بزافة الحويش. اذا غادي ناخد قطارات قطارات من ماء الورد. قطارات من ماء الورد. ماء الورد هو رائع في طرد النحس. حاولوا تاخدوه ماء الورد. وبقاوا وترشوه على الجسد ديالكم. بعد ما نقرأوا صورة يوسف. وصورة النور. ونضيفوا صورة ياسين. للتصغير. ونبقى كل ليلة الرشو على الجسد ديالي. اذا انا سنعطيكم وصفات. وانتوما حاولوا تدعموني اللي يخليكم باش اننا نزيدوا القدام ونعطيكم وصفات. ونعطيكم طاقة ايجابية. اذا نحاول نخلطهم على نية انه يبقى عندي الوقت اللي ندخل الدوش. غادي نسخن الدوش مزيان. ونحاول ندخل هات الصابون اللي خلطه. غادي ندروه في واحد اه الاناء يكون عنده غطاء. او بس اللي غادي يقولوا لي احنا في الدولة اه ما عندناش صابون مغربي. غادي اخلي صابون سائل يكون كما كان او يكون بدون عطر. غا توضعي هاد العشوب. ما عندكش العشوب غادي توضعي الملحة مع الكروية. الكروية في كل بلد. تيطيبوا بها في الدول الاوروبية. الكروية عادية تحنية جيدا مع القسل الهندي. القسل الهندي جميع الدول. القسل الهندي معروف في جميع الدول. اه ناخد القسل الهندي. الناس اللي ما عندهمش قاعد المقونات يديروا السنوج مع الكروية. اذا انا اعطيتكم حلول. اما الفجل واوراق الصدر هما رائعين في طرد السوابع. طرد المس. طرد العوارض. طرد اي حاجة. اذا انا غادي ندخل الدوش ديالي. وغادي نحاول انني هاد الملحة والصابون مع هاد المكونات. غادي نوضعهم على الجسد ديالي. هنخليهم عشر دقائق. وغادي بحول الله وقوتي نغتسل عادي. هنغتسل عادي بإذن الله. هنغتسل على نية تطهير البدن من التوابع. نغسل بشامبان في الأخر. نغسل عادي. ونخرج من من الدوش. غادي نقرأ صورة الرحمن. الناس اللي قارين يقرأوا صورة الرحمن على الماء. ويشربوا هادك النهار طيلة النهار. اذا هاد الصابون ارا هو رائع في ااآ طرد العوارض. ولكن تدهني الجسد ديالك بالكامل. نخلط بالدية. لعن فاتخلطي الصابون. وتحاولي انك يتمريح على الجسد ديالك بالكامل. اتمريح على الجسد ديالك بالكامل. إذا اتحاولي هاد الصابون اتمريح على الجسد ديالك. نحاول انني نحط هاد المكونات على الجسد ديالي ونبقى بهم عشر دقائق. ومبعد نغتاسل بإذن الله. احباب شافية المغربية حاولوا انكم تدير وعد الوصفة لانها رائعة اكثر من رائعة. هتبقوا بها عشر دقائق ومبعد غادي ان شاء الله بحول الله وقوتي غادي اتغسلوها جسد ديالكم بالكامل شامبان بالصابون كل شيء وتخرجوا. اذا احبابي تنخليكم الصحة والعافية. والى وصفة اخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.